وبكرة رقم 10 كل لعب منتخب مصر بكرة رقم 10 كل الموهوبين في منتخب مصر لكورت الياد نهاية كأس الأمم الأفريقية قدام كابفردي متطمنين مرتحين عارفين إن رجالتنا دايماً بيفرحونا عارفين إن احنا عندنا منتخب في كورت الياد على مستوى عالمي ينافس على المستويات العالمية على مستوى القارمة متطمنين عارفين إنهم رجالة عارفين إنهم أبطال بس ده مش معناه أبدا أنه حنزلين بكرة المباراة كاسبانين أنه حنزلين بكرة المباراة والدية لأ نلعب برجولة ونلعب بالطريقة اللي بنلعب بها دايماً هنكسب المباراة بسهولة أي لا قدر الله استهتار لا قدر الله ضمان للفوز ممكن لا قدر الله يحصل مفاجأة بس بنسبة 99% إن شاء الله ربنا هيكرمنا وناخد البطولة حلوة منظومة كورة اليد حلوة منتخب كورة اليد الأحلى إنه الناس دلوقتي كلها بقيت عارفة نجوم كورة اليد بقيت عارفة أسماء لعيبة كورة اليد واحد واحد بقوا نجوم فعلاً بقوا نجوم شباك زي لعيبة الكورة بالزبط بصراحة شديدة من فترة كده قريبة كتبت إحنا قربنا كورة اليد تبقى لعبة شعبية قريبة من كورة القدم في مصر الناس بقيت تحب بكورة اليد شوف الجماهير بقيت تملى المدرجات النهاردة الناس بتسألني زي نروح المباراة فيه إنت ذاكري المباراة نخش منين المباراة للبوابات الناس بتحب كورة اليد الناس بتحب كورة اليد ليه؟ عشان دايماً مفرحاهم دايماً مدياهم إحساس إن إحنا منتخب عالمي تلعب كاس عالم تبقى حاس إنك عايز تاخد البطولة تلعب كاس عالم ناشيين تاخد البطولة تلعب كاس عالم شباب تاخد مركز تالي تلعب كاس عالم كبار تاخد رابق تلعب كاس عالم اللي جاي تقول أنا عايز أاخد المركز الأول ولكس العالم فخلاص اتعودنا معاهم على الطموحات اتعودنا معاهم ان احنا في حتة تانية في الكارة بعيد بعيد عن كل المنتخبات مع كامل اللي احترام طبعا لكل المنتخبات بس احنا بعيد احنا نقص دلوقتي عالميا احنا على المستوى العالمي احنا على مستوى فرنسا والمانيا والديرمارك وسربيا والمنتخبات الكبيرة فيه كرة اليد احنا على المستوى ده بحاجة تفرح حاجة تفرح انت بكرة بتفرج على مباراة يعني مش عايز بس يعني اقارم بكرة القدم بس انت رايح بكرة نهائي كأس القومة والأفريقية رايح بكرة نهائي كأس القومة والأفريقية في كرة اليد وانت حاطت في بطنك بطيخة صيفي وانت مستني تشوف المباراة وانت مستني تشوف النتيجة هتبقى كبيرة ولا قريبة بس انت متطمن انه اللعيبة دي رجالة متطمن ان اللعيبة دي موهوبة متطمن ان اللعبة دي مش بتتخازل فرايح بكرة لو انت رايح المدرجة بكرة هتبقى رايح فرحان رايح وانت بتشوف منتخبك بيشير الكاس ومرة اخرى هكرر عشان ما يبقاش كلامي بعيدة عن المفهوم بتاع الرياضة هي مباراة مباراة فيها فائز وخاسر واللي بيدي مجهود اكتر هو اللي بيكسب فيش حاجة مضمونة ابدا في الرياضة مهما كنت اقوى بكتير من منافس بتاعك بس لازم تلعب برجولة وشهامة وجدعانة وتركيز عشان ربنا يكرمنا وده وصكين في كل لعبي منتخب مصر الكورت اليد ان هما هيعملوا كده دون اي شك دون اي شك